السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الثالث نكمل اليوم مراجعتنا المركزة واليوم نوصل للاملاق قبل كل شي اذا اعجبك هذا الفيديو اضغط زر اللايك هذا مو يقول لكم ايها يابا ضغط اللايك وهس لا تشتركوا ما عندي مشكلة باشتراك بس من تضغط لايك رح اليوتيوب يعرف ان هذا الفيديو مرغوب بي وينشره نحن نريد نشر الفيديو الاكثر عدد من الطلاب لحتى تستفاد يعني لا راح يدخل بجيب شي ولا هيا حتى منفع الاعلانات سوف تقولون يريد يطوش براسنا زيادة عدد اللايكات راح يساعد بنشر الفيديو لاني اليوتيوب كل ما تضغط اكثر وتشاهد الفيديو اكثر راح يبدأ يعني يطلع بالإكسبلورر فيشوفوا البقية وممكن يستفادون ان شاء الله على العموم اليوم وصلنا للاملاق الاملاق بأدت تفاصيل مثلا معاكسات مثل ماذا تشوفون هاي وممكن مثلا افعال شاذة راح نشوفها ايضا جنسيات ضمائر هو عبارة عن عدة مواضيع في موضوع واحد يعني مو مثل المحاضرتين اللي اخذناها التعاريف كانت معروفة التوصيلات معروفة يعني خلينا نقول بها الطريقة هاد هذا يلمن اثر الموضوع مقارنة يعني فتشيق اواعد الى اخرين بالمناسبة اي صوت يعني خارجي افق غاز ذو اللي بيعون يعني الناس على باب الله وعلى رزقه فعادي يعني احنا ما رح حاول اقطع وتوقف لهذا يعني يعطني انا اكيد هما كل خمس دقائق ثلاثة يجون فالله يرزق الجميع ان شاء الله يا ربي ووفقهم اه نبدي بالمعاكسات باعوا المعاكسات يعني ما رح اقول هن كل هن يجن ولا بنفس الوقت هن ما يجن انا كاتب هن كل واحدة ومعاكستها بمجرد بس رح نترجمها ونخليها ببالنا احنا ما رح نحلل الوزاريات رح تكتشون انه بتركيز على اشياء معينة بس مو ضمان هذا يعني احنا ما رح نقدر اقول لك بس ان يقراهن بهم ما رح تدخل بخطيات واحدة انه بس ابرمجة على كلمات معينة على العموم terrible فضيع عكسه رائع fantastic فضيع رائع expensive غالي cheap رخيص boring ممل interesting مثير او ممتع ugly بشع beautiful جميل dangerous خطير safe آمن او امين old تجي كبير السن وتجي قديم فاذا جدت كبير السن يصير عكسها يعني انت تريد تكتب young او تريد تكتب new عادي ما اكو مشكلة اذا يجيب لك young تكتب عكسها old اذا يجيب لك new عكسها old اذا يجيب old يريد يكتب new ويريد يكتب young اتنين هم صح فتجي جديد وشاب طبعا ممكن هم يجيب لك safe وتكتب العكسة يعني احنا ماكو باتجاه واحد اتنين تحفظ المعاكسات اتنينهم ذول بالاملاء والاملاء على الحرف يعني اذا انت هنا فرضا زيادت بعد L هاي غلط واخرت الآي غلط اي خطأ املاقي غلط important مهم unimportant غير مهم polite مهذب impolite غير مهذب quiet هادئ noisy مزعج short قصير ايضا اذا تجيه ممكن تكتب tall او long اتنين هم طويل fat بدين تريد تكتب thin نحيف او fit رشيق اي واحدة ايضا صح lazy كسول hard working مجتهد good عكسها bad جيد سيء traditional تقليدي modern حديث wet رطب مبلل dry جاف يابس burro يستعير يداين land يقرض يداين fit رشيق unfit غير رشيق يعني هذه الفت احنا ممكن تريد تكتب عدل unfit تريد تكتبها يعني fat قبل شوية شفناها الفات ممكن تكتبها ثم heavy ثقيل light خفيف near قريب far بعيد friendly ودود unfriendly غير ودود like dislike يحب لا يحب wide narrow wide عريض narrow نحيف او ضيق هذه اخذنا ايضا بالتوصيلات وبالتعاريف اصلا weak ضعيف strong قوي bright bright تجي مضيء تجي لامع dark مظلم بس بالالوان يمكن نقول هذا فاتح هذا غامق slow بطيء fast سريع awful مخيف فضيع كريه fantastic رائع happy سعيد اه احنا لازم sad sad صلحوها ممكن نقولها sad ممكن نقولها unhappy اي واحدة صاح comfortable مريح uncomfortable غير مريح ذني المعاكسات احفظ اشقد ما تقدر احفظهم كلهم بس اذا ما عندك هالامكانيات تحاول تحفظ اللي راح يتكرر عندنا بالوزاريات هسا نشوفهم وايضا يعني تشوف دائما المتكررات او اللي انت اشقد ما تقدر تحفظ على السهلات هسا مو مشكلة يعني بس بالامانة مجرد بس مثلا هاي بس الضيف يوء هاي بس الضيف يوء ممكن يعني يكون كلمات جدا بسيطة ما يحتاج لذاك الجهد الشغلة الثانية اللي تجي بالاملاء واللي اعتقد لازم تجي اصلا هي الجنسيات يعني واحد يقولون عراق عراقي الهند هندي الفرنسي فرنسي وهي الاخري فعادة هم يجيبون اراك اراكي وينطوني دولة اخرى احنا راح نجي نشوفهم انجلش او انجلند اللي انجلترا تصير انجلش بحرين دول الخليج يعني بشكل عام اخذها من عندي دول الخليج بس ضيفلها i يعني مثلا قطر قطري كويت كواتي بحرين بحرين سعود يعني سعودي اربيا سعودي فقط نفس الكلمة ضيفلها i فقط يعني ممكن مثلا يمن هنا ما عندنا هاي بوع مثلا قطر قطري دول الخليج دول الخليج من نشوفها ضيفلها i فقط. على العموم. انجلند يصبح انجلش. تحفظ ان ذني ام لا. لازم تحفظ. اي خطأ بالحرف غلط. بحرين بحريني. لبنان لابنيز. لبنان يعني فقط انت. يعني انا اقول هاي شيء اللي تشبيهات. اكتبها لبن. ليبان ليبان. وضيف له اس اي. هاي لابنيز. ايجيبت نفسه. اضيف له اي 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 ان. صير ايجيبشن. سباين. السباين تكتبها سبان. اسبانيش. فرانس حصل فرانش. فرانس انتصبح فرانسي. كانادто حصل اي هاي لبنان. صير كند. اي اي ان. canadian. اوستراليا. نفسه بس نضيف له ان. قطع. فقطري بس اي. سودان. اوسترال لا اي ان. فقacionزون.beansو رسيا بس ان. اروسيا روسيا. انديا بس ان انديان جابان ضيف له اي اس اي يعني الدول اللي ضيف له اي اس اي هما ذولة ولبنان يعني جابان جابانيز الجزائر الجيريان فقط ان وعندنا ليبيا ليبيا لاحظوا يعني معظم الدول هاي مجرد حرف واحد مذاك التغيير فان تعزنهم ذن البسيطات اللي بس ان اللي بس اي اس اي والبقية هذي اللي ممكن يصير بهم تغيير مثل فرانس مثل اسبتين او يعني اي واحدة اللي تتطلب انه تغير بالجملة او تلغي حرف خل نقول ان نشوف الوزاريات اللي جاية باعوا هذي كلها رح اهنا نقول راش هذي اراك اراكي بعدين بالفترة الاخيرة قاموا ما يجيبون اراك اراكي يعني ستلاحظوا كل الحد عشرين جملة اللي خالها قاني يبدون بالاراك اراكي الباقي بعدين قاموا يجيبون دول تانية فخلينا يعني نشوف ان وهي ما اعتقد يعني واحد يصروا بها وقتلين هنا نفسهم راشيان فرانش انديان ايجيبشن جابانيز سودانيز لابانيز جابانيز انديان ايجيبشن انديان انديان سبانيش وانجليش بحرين واضح كل السهلات وبسيطات فانتركز بيهن واحفظن وفوقان المعاكسات نجي ايضا للاملاء يطلب من ادنى نروح نبتهم هاية قبل ما نجي للاملاء خلينا روح لاني للاسف مكاتب ارقام الصفحات يعني فخلي نشوف وين موجود الزمائر الزمائر هي صايرة من ضمن القواعد اللي اشوفكم ياها نشوف وين صاير الزمائر الزمائر القواعد صاني اللي انا اعازلها وحدها بعد القصص اي شوي دوخناكم الزمائر وصل المهذب هادي ما اصل الى تعبير عن الوقت سوري قايز سويت حمدونا قلبوا بصبحات التاريخ كلها روحولي الى هذه يعني حتى تلقوها بالاخير لاني لا اعرف هادي صفحة من بيني عندي اعتقد فادي صفحة 85 سيصيري علي كتعداد هنا عندي ظاهرة هادي صفحة 12 على العموم هذه الزمائر لازم تحفظوها عندنا هذا الجدول حتى نعرف شو نتعملوها رضيكم فكرة انه هما شو نجيبوه بالاملاء من ناحية الاملاء هو بيعدى الطرق من راح نبدي بالقواعد راح نرجع لهذا الزمار بس بغير اسلوب كاختيارات وذان حاليا بالاملاء تحفظوا لي هاي المجاميع هاي تسموها مثلا مثلا مجموعة رقم واحد هذه مجموعة رقم اثنين هذه مجموعة ثلاثة وهذه اربعة فراح نحفظ لها بالشكل والاملاء ايضا فمثلا راح يجيبون يكتبون لك هما مثلا رقم واحد راح يكتبون لك اي تخلون فارزة ويمهي مي بعدها يخلون لك مثلا وي وينطوك وراها فراغ هذا الفراغ شنو املي خلنا نجي نشوف هاي اعتبروا هي مكتوب عدكم انطوني اي وقلولي مي انطوني وي لازم اكتب لهم از لاحظوا ما يصير اكتب اوار وما يصير اكتب اوارز ليش؟ لان هو انطاني مي ما انطاني ماي او ماين تفهموني؟ يعني اذا انطيتك اي وانطيتك مي تبقى بهاي المجموعة يعني اي واحد ينطيك من ذولة تنطيل حد هاي المجموعة فتعرفها اي مي الوي اس اليو تبقى اما ما راح تجيب لك يو ما اعتقد تجيب لك ذني دم الشابة سيركز على ذني ذي والهي والشي فاذا جاب لك اي وانطاك مي اي واحد من ذولة اللي يطيك اياهم الضمائر الثانية راح تبقى بنفس المجموعة يعني ينطيني واحد وياها اثنين ابقى واحد واثنين ابقى داما بمجموعة الثانية اذا انطاني اي وانطاني ماي من ينطيني وي راح اكتب اوار ما يصير تكتب اس تفهمون؟ انا امشي هو راح ينطيني لازم ينطيني من مجموعة واحد لازم لازم بس ما اعرف ينطيني من مجموعة اثنين ثلاثة اربعة فانت راح ينطيك واحد من ذولة يعني قبل الفراغ فتنطي على حسب اللي مشاوية الاي مثلا ويا مجموعة واحد ممكن يكتبوا لي وي واس بعدين ينطوني هي مايصير اكتب هز اكتب هم واضحة الفكرة هذه كل ساته قد تحفظها اي مي اي ماي اي ماي اي ماي مشيها ما لديك علاقة بمعنى ولا هل هي ضمير تملك صفة تملك مفعول به ضمير فعل هذا سموه شغلنا احنا شغلنا الصوري تشوف اي مي تبقى بنفس المي مجموعة المي هذه مجموعة اثنين لقيت اي ماي تبقى بمجموعة ثلاثة اي واحدة من ذولة تتحول لهنا لقيت كاتب اي ماي تصير على مجموعة الثلاثة هذه وهكذا فواحد اثنين ثلاثة اربعة فنرجع للتمرين الفوق دعنا نحل الوزاريات مباشرة ومن خلالها انا اوضح لكم المواضيع طبعا من قد ما راح تحل هذه الاملاءات انت راح تحفظها حتى ما ندخل بتفاصيل ثاني مباشرة ونوفر وقت لكم احنا المحاضرات الجاه راح نشرح القصص المحاضرة اللي بعدها هي محاضرة الاملاء راح نشرح القصص الاربعة بعدها ابلش بالقواعد ان شاء الله انتبهوا اي ماي اي ماي يعني ينطاني من رقم واحد ورقم ثلاثة ينطيني من رقم واحد ذي فهاي راح تصير ذير اذا استطعت الجدول اذا حتى تكتب بورقة يمك حتى تبدي تمشي امورك تبدي تباوع وتشوف ان ذاني اي ماي ذي يصير ذير لو منطيني مي صير ذام كتبوهن الضمائر بورقة وعزوهن على صبحة خلوهن يمكم الثانية كار باي كار انت بوزين هذه نسميها مثلا ظروف حال او فتشيف فاذا انطاني كار وباي كار الفوت هذه فوت قدم تصير اون فوت مو تكتبها باي فوت واذا انطاك فوت اون فوت وانطاك كار تسويها باي كار نجي للا افعال الشاذة الاغلب الافعال الشاذة اللي مفروض انت حافظه اللازم تعرفها اللوز هذا كفعل شاذي يصير حفظه هو ماضي هو تصريب طالب هذه معاكسات سيف شنو عكس السيف دانجراس خطير السيف امين دانجراس خطير هسا احنا من قلناها قبل شي كانو كاتب لي دانجراس عكس السيف اللونج لونجر انتبهوا هذي يسموها مقارنة بالمقارنة اذا شفت الكلمة هساني مفروض ادخل بموضوع قواعدية بس هم هذا الموضوع القواعدية تجيبوا بالاملاق رح اشرح الكيه هنا ما رح اوديك للصفحة اللي موجود بها المقارنة هناك ضايف لي اي ار انتبه اغلب الكيمات اللي يجيبوا بكاهم الشابهة احنا من نريد نضيف اي ار خلي اخذ لكم ورقة فارغة لحظة سمحوا لي انتبهوا اذا شفت الكلمة اي ار ضايفة يعني بالمثال منطيك بها اي ار انضيف باعوا انضيف اي ار هذه انضيفها للكلمة من مقطع واحد يسموها مقطع واحد هذه الكلمة اذا انتهت 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 بحرف صحيح قبل حرف على واحد مثل هذه الكلمة فشنسوي احنا انكرر هذا الحرف ونضيف اي ار خلوها ببعضكم انكرر الحرف ونضيف اي ار فصير فتر مثلا راح يجيبو لكم كلمة سلم ممكن سصير سلمر ليه ايش حرف على واحد من الحرف على الا الاي 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 الاو اليو ذاني من نشوفهن انكرر الحرف ونضيف اي ار مثلا وات فصير وات تر وهاكذا سنشوفان نعم ف appropriate انتهت اثناء قبل الحرف على واحد وعمل أي كلمة انتهت اذا قمت به اي كلمة انتهى ب ils أي كلمة على الأطلاق ما لك شغلة لا تحسب ولا ميحزنون سمنا رح ناخذ حن القواعد ونشرحها المؤفع من جديد نقول إحنا مثلا الكلمة نحسب عدد المقاطع على الأطلاق من تشوف أي كلمة تنتهي بواي عندك تب سريع تنتهي بواي نحوله نحوله آي هاي خليها ببارك قلوب لي الواي إلى آي وضيف شنو مثلا كتبو لك لاكي بايش منتهي بواي تجي تكتبها آي إي آر هاذا كلش إيزي إيزيار نويزي نويزيار وإلى آخر هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي رح نتعامل بها بهذا الموضوع إذا عندك كلمة تنتهي بإي اعتبرها ما موجود بس شوف كم حرف بقر إذا مثلا عندك نايس هاي منتهي بإي وعدنا مثلا إكسبنسي هذي إكسبنسي هم اثنين هم انتهيين بإي يعني أنا هذا ما أعترف بي بس أشوف كم حرف عله بقى بالكلمة إذا بقى واحد أنا مو أقول أحثة يعني اللي اعتبرها ما موجود بس تضيف إي آر يعني آر فتصير هاي الكلمة نايسة هاي تضيف له إي آر إذا يعني قلت إنه الإي أعتبرها ما موجودة بس عندي واحد اثنين ثلاثة أكثر من حرف عله رح نضيف هاي الكلمة قبلها مور يلا تجيب الإكسبنسي هاي بالنسبة الحرف إي فإذا شفتوا هاي كلمات منتهي بإي اعتبروا الإيمة موجودة وشوفوا شكم حرف عله بقى عند حتش على هذول حروف عله شكم حرف عله بقى إذا بقى وأكثر من واحد ضيف قبل الكلمة مور واكتب نفس الكلمة إذا اعتبرت الإيمة موجودة اللي بالنهاية بس بقى حرف واحد ضيف آر فقط للكلمة زياني إذا الكلمة إذا الكلمة فيها حروف علة كثيرة يعني بين قوسيا أكثر من واحد أكثر من واحد بس مو اللي انتهي بإي يعني إذا الحذف وبقى حرف واحد تقول لي لا أنا أحتي على أنه مثلا أكثر من واحد عدل إي فهنا عدنا واحد اثنين ثلاثة ضيفنا مور تقول لي ما هي الكلمة تتشعل إي لا أنا مثلا أقول لك ام بور تنت هذه الكلمة كم حرف عله بها واحد اثنين ثلاثة هاي الكلمة إذا الكلمة فيها حروف علة كثيرة أكثر من واحد نكتب قبلها مور فراح أصير عد الكلمة مور ام بور تنت واضح هذه تقريبا أهم الأشياء اللي موجود عندنا بس أدنا كلمات شاذة حفظها من الكلمات الشاذة اللي ما لك علاقة يعني تضيف العيار مثلا good إذا عندك إذا شفتها وراها فراغ اكتبها better هذه better إذا لقيت كلمة bad اكتبها worse لن تحفظها إذا مثلا شفت little راح تكتبها less وإذا شفتنا فار تكتبها فار ذرني أكثر الكلمات اللي موجودة هس انتبه إذا المثال اللي نطاكيها ما كاتب قبل مور أو بالكلمة er كاتب قبل most أو نهاية الكلمة est نفس الحجة هذا نفسه بس بدل ما تضيف er اضيف est بدل ما تضيف مور اضيف most يعني نفسه تتحول الواي اي واضيف est خلينا شوفنا على الكلمات وراح تتوضح عندك يعني أنا أذكرك بالحجة عيات هس نجي هذي هناك طائف long longer مضيف الى er هذي الكلمة يتكرر الحرف ليش لأن الحرف سيقابل حرف ألا واحد وضيفنا er جابان هذي من الدول فراح سيكون لدينا جابانيز تكتبها نفسها جابان واضيف es نجي للبعد good bad معاكسات beautiful عاكسها ugly خلال أحمر أحسن زين i my انتبه حول من واحد لثلاثة they تصير their نفس هذي زين tall taller اش ضيف لها er هذي شنو حرف صحيح قبل حرف على واحد شا سوي أكرر الحرف وضيف er الدول india رح أكتبها indian أضيف بس an happy unhappy معاكسات important أيضا يعني لاحظوا أنه هنا جايب لي معاكسات مرتين important هاي الimportant بس ضيف قبلها on وكتبها نفسه important لاحظ want wanted هنا يريد عندي ماضي the fly فعل شاهد حفظه the fly يصير flow هي تشين كتبه عندنا كن فعل شاهد ان رح يتكررها نحفظها نجي على الدور البعد good bad difficult difficult صعب عكسها easy سهل mاضي ضيف grow نتابه بالنسبة لكم كثالث شي تشوف فعل من تهيب o w شي تشوف فعل من تهيب o w تريد تحولها ماضي حول ال o إلى e w بس إذا رأيدي حولها تصريب ثالث تبقيها نفسها إذا تصريب ثالث بعدين نشوف إذا جايبناها تبقي نفسه o w بس تضيف يما n هاي يعني تعيد نفس الكلمة هس حاليا أنا رح أمشي على أنه هي ماضي بس أكتبها ال o e وخلص هاي تقول لي زينا رح أعتبرها تصريب ثالث أقول لك إذا تصريب ثالث تكتب هنا في سهل كلمة وضيف n هس إحنا شرح نمشي نمشي على هاي ال group اللي بعده clean cleanest لاحظوا هاي جضايف ل e s t هاي لقيت لك عليها قبل شوية فهنا عدنا حرف صحيح قبل حرف علا إحنا رح نكرر الحرف هذي يتكرر بس ما ضيف e r شا ضيف e s t egypt اللي هي الدول تكتبها نفسها ال egypt وضيف i a n عدنا i me واحد باثنين انتبه هاني داعش على الجداول اللي يعدك واحد باثنين فال we تصير us car cars جمع roof كلمة شاذة تبقيها s لأنه إحنا الكلمات التي تديها بال f المفروضة نحولها v good bad عكسها يعني معاكسات expensive عكسها cheap رخيص غالي رخيص did do did صير ماضي هذا الفعل شاذي يصير got small smaller ضيف e r يعني آني راح اجيل هاي الكلمة منتيب حرف صحيح قبل حرف على واحد اكرر الحرف بس اضيف e r مو e s t i my واحد بثلاثة ال we should صير hour قلت لك المغرض هسا تسوي الضمائر بورقة حتى تقدر تباوع وتبدي تحفظ المنسة car by car foot جلقنا الفوت القدم on foot وعدنا india راح نكتبها نفسها india ونضيف m فقط تتشوفون سهل وهذا ترى بالمناسب علي عشر درجات يعني ذني البارحة جد اخذنا معلومات عليها خمسة اول بارحة نفس الحالة هذا الفرع علي عشر درجات حرامات رح من عندك good bad old old تريد تكتبها new تريد تكتبها young من انهن صح lose هذا الفعل دائما حول lost ملك علاقة هو ماضي هو تصريف ونفس الشي small smaller جضايف er شباق بايش من دايلك الكلمة بال y هاي ال y شنقل بها i تصير heavier e r i my واحد بثلاثة الشي تصير her مع انه الشي دائما هي بالاثنين والثلاثة هي her slow slowly ضايف ضايف l y انتبه اذا شفت الكلمة ضايف لها l y احفظها وليجيتها good حول good لل well في الستاد توقلت ال good تصير better انتبه اذا شفنا good هاي شوف قبلها ضايفين e r لو ضايفين l y اذا ضايفين e r فالgood تصير better بس اذا ضايفين l y حول ال good ال well كلي ليش اقول لك ماذا موضوع ثاني يعني احنا عدنا ظروف وعدنا مقارنة انا بما انه داش رح املا وده وجهك مباشر ما دو خيك بالمواضيع هس تشوف نفسك مسيطر اكثر من اللي ياخذ المواضيع وخبص روحه انت ستحل مباشر عملي خلي نقول وده تطبق بشكل صحيح وده تفهم الامور ماش حبيبي هس اراك اراكي سودان تكتب ها نفسه سودان وضيف e s e فقط نروح على الدور البعد good bad عكس dark عكس light يعني dark مظلم مثلا ظلام او طوخ ولا يتصير فاتح وصير ضوء smallest smallest ضايف est عفية هاي الكلمة نكرر راح نكرر راح نكتبها hot ما اضيف e r راح اضيف est japan الدول تكتبها نفسه بالمناسبة الدول تكتبها capital letter لان نحن سمرا ناخذ التنقيط نلقى الدول والمدن تصير capital letter فتكتبها capital letter japan ضيف es japanese slow slowly اي كلمة ضيف لها ly تعال اكتب نفس الكلمة وضيف لها ly واذا تصادر تنفذ كلمة بعد بها يعني y انا اقول لكم شنو فهي تكتب نفسها comfortable try is was انتبه is was يعني ماضي لتراي من نحول الفعل الماضي ومن تهي باي قلب i وضيف ev بس بشارة قبل حرف صحيح زين i my واحد ثلاثة ال it تصير its البعدة i my نفسها ال it راح اصير its fast اش ضايف est نكرر لو ما نكرر نعم نكرر بس نضيف est مو er russia اصير russian كل شي موا بها بس اضيف n easy slow slowly اش ضايف ضايف ly اذكر ضايف ly اي كلمة تنتهي باي ونريد نضيف ly قلب ها i وضيف i ly اذا ضايف er اقلب y i وضيف er كل السهلة say هذا حفظة say كتب دائما من تشوف ها ما لك علاقة مكتوب قبل من تشوف say يكتب said ها هي يكتب واضح وعدنا هنان s يعني جمع اي كلمة تنتهي بال ch بال sh بال x بال o بال s نضيف es is fire watches نروح على الدول البعد good عكس bad dangerous safe يعني خطير عكس امين ضايف er باش من تهي y عفيا بديت توضح عدكم امور وانت تحلها صار متأكد بديت تتحفز وتبع على الشاشة وتحل قبلي grow باش من تهي ب o w هنا منطين go gone منطين تصريف ثالث الكلمة التي تنتهي أو الفعل التي تنتهي ب o w وتريد تحول تصريف ثالث تكتب نفسه هذا grow وضيف لأ n فقط اذا شفت حاطين e و d حول o إلى e و اذا تكتب هم يعتبروه صح i me واحد ب اثنين they 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 them نعم نسيت العداد بالثلاثة they they them iraq iraqi france french تتغير الكلمة تقريبا بها book books the foot جمع حشاذ ما يضيف الاس تكتب feet good bad dark light do dead ماضي the spend the spend ما لك علاقة مكتوب قبلها مثل say the spend من تشوفها تكتبها spend ما لك علاقة مكتوب من تشوف say قبل شوية شفناها say قلت لكم من تشوف ها set من تشوف lose حولها lost من تشوف spend هذه حولها spend ذني ثوابت ما لك علاقة مكتوب قبلها أبد يقبل أضمن للدرجتين وخلاص نجي cars قبل شوية قلنا الكلمة تنتهي ب ch sh x o هس هس هناليا يريد عندي جمع باش من تهي ب x فاكتب ها نفسها بس اضيف es مو بس s سوري عبارة عن لبنان اللبنان يعني لبنان تكتبها لبن هاي لبن لبن أربيل تحياتنا ونضيف لها es صارت لبنيز happy بعش ضايف لها ضايف لها l y لما نتنتهي الكلمة y نقلب ها i هاي رح نكتب ها i بس أنا ضايف لي l y مو ضايف l er ونضيف l y لو ضايف her اكتب er هنا لديك small smaller ضايف er دعونا للكلمة كم حرف علة بها واحد اثنين من عندنا أكتر من حرف علة رح نكتب قبل الكلمة more ونكتب نفس الكلمة helpful تعيد يعني ما تضيف لها more لي لأن الكلمة بها هاي حرف علة sad هنا عدنا er الساد من الكلمات اللي يتكرر حرف الأخير والصير sad lebanan leban leban arbil l e s e they i me واحد باثنين they الصير them beautiful هنا happy sad عكس عكس الbeautiful ugly easy ضايف l y الكلمة التي تنتهي بال y يقلب i هاي بس ال i ما تهي خلينا نجي نمسحها هاي easy بس اضيف l y زين do did love هذا الفعل بنطي أفعال نسمي القياسية يصير love اضيف e u d نكمل ونشوف happy sad معاكس beautiful عكس ugly بشع سودان نكتبها نفسها سودان ونضيف e s e سودانيز longer e r الكلمة منته ي و y نقلب ها i ونضيف e r i me واحد اثنين فال he تصير him look look ال one أيضا يعني هسا مثبتت لكم lose lost وثابتة when منتشوفها حولها o صير one بدون متبوع قبل وين صير one wife هنا رأيت عندي جمع اذا الكلمة انتهت ب f او f e عدد ي شروف اللي قبل شوية شبنا ذن يحول v وبعد ي ضيف e s فالصير هس wife wife knife ايضا s وهي منتهي f e ف رح نكتب no نضيف v ونضيف s عدنا small smaller good جتي قبل شوية قبل نشوف قبل ضيف ly صير well ضيف er better فهنا هذي الكلمة رح صير better clean cleaned leave هاي ايضا من الافعال اللي من تشوف leave هذي من تشوف حولها left ما لك علاقة مكتوبة قبلها leave left اكتب blessed هال اللفعال اللي قلت لك يا كل ما تشوف هن اكتب قبل بحيث ما لك علاقة هاليا ماضية هاليا تصريف عوف تلقا 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 مثلا leave تصير left ثابتة عدنا هنا ها بيسات معاكسات الهارد ووركن عكسها lazy المجدهد عكسها كسول spain تصير spanish اللي اعدلها spain تكتبها span span وضيف is spanish angry باعوا ضيف ly اي كلمة تنتهي باي نقلبها i بس نضيف لها ly نروح للبعد russian هذه russian عدنا happy ضيف ly نقلب ها y نقلب y الى i ونضيف ly small smaller ضيف er فاليوسفل بيها اكثر من حرف واحد اثنين ثلاثة فتكتب more useful مادام بيها اكثر من حرف نكتب قبلها more all the new معاكسات expensive عكسها cheap رخيص i me واحد بالثلاثة باثنين العفو فالthey اصير them go went send send من الافعال اللي منتشوفها كتبها send حول d الى t وخلص ما لك علاقة بش مكتوب قبلها good bad معاكسات fast عكسها slow fast سريع عكسها slow بطيء ماضي worry وار الفعل هذا عادي يعني من الفعال تأخذ eud بس بشرت نقلب y الى i ونضيف eud long longest انتبهنا ما ضايف er ضايف est usefull هذه الكلمة اللي قلنا عليها أكثر من حرف عليه بس ما رح اكتب more رح اكتب most most useful i me واحد باثنين الشي صير her algeria نفس her algeria بس ضيف l-an وعدنا stop هذي رح نضيف ing الكلمة هاي نكرر الحرف ونضيف ing عدنا good bad معاكسات noisy مزعج الصير quiet هادئ look look try هذي الصير tried نحاول y الى i ونضيف ed long longer ضايف er wet يتكرر t ونضيف er i my واحد بثلاثة ف they الصير there وعدنا australia نكتب نفسها هذي نفسها australia ونضيف لها n وعدنا جمع s نقل بال y i ونضيف es er ضايف terrible واحد اثنين هاي اكثر من حرف فصير more terrible هذي عدنا happy unhappy معاكسات polite بس نضيف لها i am impolite i me واحد باثنين ال y تصير us car cars جمع i y تقلب i ونضيف es جمع ing كلمة بحرف صحيح قبل حرف على واحد نكرر الحرف ونضيف ing egypt m egypt egypt egyptian نكتب نفسها ونضيف i a n book box هنا لدينا جمع الكلمة التي تنتهي F e نحاول إلى v wives معاكسات beautiful عكسها ugly i me we us 1 2 i mine 1 4 we hours 2 japan japan is نكتب نفسها e s e وعدنا foot on foot small big small معاكسات عكس dangerous safe amine e r y ugly i e r russia russian أيضا هذه من الدول wolf منتهي F F نقلب V ونغف e ونغف من تشوف ها قبل اكتب lost بدون أي تغيير يعني بدون أي تخاف ان شي ماضي أو تصريف i my he has 1 by 3 fit we er تكرر t ونضيف er india indian i me 1 by 2 we us as get دائما اكتب got old good bad عكس old treat new صح young أيضا صح car cars الكلمة هاي جمع الكلمة التي تنتهي ب s نضيف لها es هنا عدنا est useful نضيف قبلها most useful هذه عدنا love قبل شوية مرت علينا أيضا هذه الكلمة تضيف لها ed خاف تتكرر عدكم i me الwe تصير us dangerous عكس safe لاحظوا هنا تقريبا نفس الكلمات تعيدون بس اخرج قد ما تقدر احسن ايجيبت تصير ايجيبشن هذه go ing صير going نضيف ing كلمة بسيطة india indian indian عندنا going الكلمة تريد تضيف ing ومنته هي بال e حذف ing من المجموعة الأولى والمجموعة الأخيرة فلو صير hours هذي send sent arrive صير arrived مفعل ماضي عادي الhot ضيف er نكرر t ونضيف er safe عكس danger long الطويل عكس short قصير تمهيدي 22 dangerous عكس safe امين get دائما نكتبها got happy ضيف er نقلب y i ونضيف er india سيصير indian imi صير him sweet shop car park لاحظ هاي من الاسماء البرحل اللي هي التوصيلات send دائما نكتبها send spain صير spanish هذه من الدول ضيف er y نقلب i ونضيف er boring عكس interesting interesting وعدنا make من ريد نضيف للكلمة ing نحذف e ونضيف ing وعدنا im me we we us us un comfortable بس واخر لي un بس اكتبها comfortable 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 هذه want wanted get كل ما تشوفها كتبها got interesting عكسها sorry عليها هذه interesting england تصير english english وعدنا we us الشي تصير here eat eating make كل كلمة تنتهي ب e ونضيف ing نحذف e اخر دور هو التمهيد 23 بحرين قلنا دول الخليج بحرين بس نضيف i old fashion من المعاكسات old fashion يعني قديم صير modern modern واكو بيهم يكتبوها modern اثنين هن صح يعني لور ren لور earn هي عادي ما مشكلة lose دائما من تشوف ها اخبز ها lost fit نجي نكرر t ونضيف er u your للمجموعة الاخيرة ف me تصير شون me ال u صير your وال me صير mine اعتقد هاي مفوض i play playing فون اي كلمة تنتهي ب e ونضيف ing نحذف e ونضيف ing كملنا من الاملاق دعنا نرى التنقيط بما انه هذه للتنقيط باعو راحاني اشرح على الجملة نفسها بما نحط لك نقاط انت انت افهم اعتياد هي ال capital letter و الفوارز و علامات السؤال تابع على نقاط معينة يعني انت capital letter اي اسم شخص ولد ابنية يصير capital letter الحرف الاول اي اسم دولة ومدينة يصير capital letter اي اسم يوم وشهر capital letter وهكذا انا راح احل لكم لان النماذج واللي هما تقريبا يكررون يعني نفس النمط فانت راح تعرف شو انت تعامل ويا الحلو بالتنقيق هاي الخمس درجات ما راح تخسرها كاملة يعني ممكن تحصل درجة درجة ثلاثة اربعة او خمسة يعني هذا الفرع ما بي صفر الا اللهم انت كل شي ما حاط لك ولا واحد صح باوع بداية الجملة لازم ما لك علاقة هي بادية باسم مثل السلقلت او لا هذا دائما يصير كابت اللتر فمن تكتب علي تيجي تكتب ها شو راح نكون بطيئ ب علي هاي كتبنا هاي درجة كانت دونت دزنت ذن الكلمات به النقص فارزة فهنا عندك صير اكو فارزة فتيجي تكتب ها can't ها هاي الشغلة الثانية travel كلمة عادية تيجي travel to اجينا بصرة البصرة كابت اللتر اي اسم مدينة ينكتب بصرة بعدين عدنا next كلمة عادية دير بارك كلمة next تخلي كابت اللتر friday اسماء الايام لازم كابت اللتر فادي friday وبالاخير بما انه الجملة مثبت تخلي نقطة يعني هسا رح يصير شنو عندي هنا رح يصير انه خلي نجي هذي واحد نين ثلاثة أربعة خمس هاي اللي حاسبك عليها ذن يجون ينطوك خمس دلاجات نجي على الجملة الثاني ريم اعتياد الكابت اللتر لبداية الكلمة يعني الجملة أصلا بغض النظر عنها اسم لولا هذه ريم can't رح تنكتب can't وعدنا الفارزة هي صير آية ثنيا بعدين نكمل go with تحاول هذا التنقية تكتبه بشكل واضح وكلمات يعني مرتبة وبعيدة عن بعض with her sister اللي هنا هكو شماكو نجي نادية هذي أسماء الأشخاص تكتب كابت اللتر نادية تو نجي أيضا أسماء المدن أربيل هذي أربيل وعدنا next week واب الأخير نقطة من نجي نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ومرات حتى حاطين أكثر من خمسة يعني أوكو مجال تخطأ بها وعادي تتعوض لك يعني بغير فعلى العموم أنا رح حسا أحدد لك الأشياء الرحية يعني ما رح أعيد الجملة كاملة وضحت لك أنه نحن نتعامل بها حاليا حسا رح أحدد لك الأشياء اللي نغير بالجملة مثلا I تصير capital بس I am تصير فارزة يلا تكتب M I am so happy to meet Selwa and Nadia in حلة next Monday ونقطة 1 2 3 4 5 6 7 سبع شغلات يعني عندك ها مش خطأين وهمت أخذ درجة كاملة واضح عيني يعني دا تفهمون نسج دا سوي ما رح أكتب أنا الجملة كاملة علي capital letter can't travel to basra next friday نقطة 1 2 3 4 5 احنا عدنا هاي مونا المنصر تبه ماذا نخل نقطة هنا يعني هاي بداية جملة فتبدي بها capital letter have you seen ولأن بد تب have do does و did نسموها تصير عدك have you seen reem capital letter بس بالأخير علامة السؤال لأن هذي السؤال لأن بدأت بفعل مساعد زين نادية capital letter bought a beautiful little black french table تبه هاي beautiful little black french ذن يسموها صفات الصفات إذا وحدها بصفة الثانية لازم نخلي فوارز a beautiful little black french table وبالأخير النقطة هذا كل اللي يريد الفرنش العفو هذي أيضا تتخلى الجنسيات والدول تتخلى لها capital letter فعندك 1 اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة are there many new shops in المنصور mall هذي الشي ريز تصير بها عندنا المنصور mall in بغداد وهنا علامة السؤال اللي ينبادي بيش are أي جملة تبدو فعلي مساعد تكتب النهاية الجملة هي تكون سؤال عندنا سارة didn't decide to buy the Japanese mobile from Baghdad نقطة عمار didn't this brown Egyptian suit from the mall last Monday ونخلي نقطة هنا brown Egyptian هذه brown تخلي فارزة مليش لين brown صفة صفة لون و Egyptian الصنع عمال الصفة الجنسية فتخلي فارزة فصير علي didn't buy this brown فارزة Egyptian suit from the mall last Monday الر صير capital letter are you a movie fun هاي علامة السؤال no no دائما وراها فارزة تصيد دائما yes و no يعني إذا عندك yes من تكتبها تخلي فارزة وإذا تكتب no تخلي وراها فارزة no I تخلي فارزة I'm not تكتبها وتخليلي بالأخير نقطة فاللي عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة my brother is afraid of dog هايا سو من تلقون سو تبهو هايا سو من تلقوها أو تلقون neither هادي ثاني من تلقوهن فقبلهم نقطة يصير لأن هاد ولا بداية الجملة فهنا راح تخلولي نقطة والسو والneither تبدي بكاب تلف فصير سو أم دائما الضمير I يصير capital نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة I إذا تشوفون إد دائما هاي أكو فارز هنا طبعا ممكن يكتب هوا إد هاي بالبداية لك فالآية تحول capital خلق ساحة تلعب لكم أنا حولت هاي الكلمة عادي لكن لاب لكم خاف قاتب لكم إد تكتب I إد هاي لدينا I'd like to accompany Firas to Turkey next November نقطة هذن يعني اللي هي اسمها لأشهر والأيام إز من جملة تبدي بإز وآر وهاف ودود هاي سؤال إز هي أبايلت أو إذا تشوف أكو يس ونو يعني دائما إذا تشوف أكو نو عندك أو يس فالقبل هم أصير علامة السؤال إز هي أبايلت هاي اللي هنا يعني أنا قولت تبس الدائما إنه وراها فارزة هنا فارزة ونفي ونقطة 1 2 3 4 5 they are هاي هنا فارزة afraid of spiders neither قلنا دائما قبلها نقطة لأنها بداية جملة فأكيد الجملة اتهت والأن ما neither صير وعدنا am I وبالأخير نقطة ال W ما would you like to swim in the pool ما دام عدنا بدت أكو عدنا yes فأكو هنا علامة السؤال ال yes تنكتب capital هيش تكتبها هو خال فارزة I love to طبعا ال I رح تصير capital ف1 2 3 4 5 ال I think منير want هاي اختصار will not فهنا عدنا فارزة go to حلة next friday هنا عدنا do وعدنا yes فهذه معناتها أكو علامة السؤال هنا yes وراها فارزة ال I يصير capital وعدنا نقطة بالأخير هنا عدنا betul el b mal betul I صير can't travel to turkey next november عدنا ذني أعتقد هاي اشات ما موجودة بس هو مرات الجهاز يعني أو البرنامج يصحح من يمه حتى يصير عدنا خمس شغلات نشوف ال M مثل ed دائما نصير a yem so happy to meet linda in basra next monday ونقطة الجملة اللي بعدها w mal would لين بداية الجملة وإذا عدنا جملة f الشرطية يعني وبداية هود فهاي علامة السؤال بالأخير و شو محقوم بس اثنين يعني معقولة شو ما هي الجملة الغريبة ما أعلم مدام أكو يس يعني أكو علامة السؤال هنا اليس تنكتب ال y ه واليس وراها فارزة وال i تنكتب كاملة هنا neither يعني أكو نقطة قبلها neither أصبح capital letter do وال i نقطة أعتقد هاي برنامج صح يمكن هنا أكو فارزة نقص وانت لازم تخليها don't my هذه تنكتب capital عدنا so يعني أكو نقطة السؤ سير capital ال i تأخذ سير capital ونقطة if دائما هي بداية الجملة سير capital letter if i was going to wire place i would tell my father first هذه نقطة عمد الشغل كمال شرط يمال شغل عدنا i traveled to the emirates الامارات دائما الدول capital letter the holiday by bus هاي نقطة عمد الشغل العموم انتهت هذه عدنة ان شاء الله على المحاضرات الجاية سنأخذ لكم المعاني والمفردات بس حاليا هذه المحاضرات كانت للاملاء والتنقيق فقط اتمنى على الشرح المباشر هذا بدون النقاط و اول احفظ و اتعلمت لك اكيد شغلات خاصة بالتنقيق والاملاء مثل ما شفتو العبارات والكلمات والمفردات كلها مكررة قد ما تكتب قد ما تعيد بالفيديو هذا ستحفظ عن ظهر القلب و ستذهب للمتحان تذكر هنا وما مشكلة يعني على الأقل من التنقيق والاملاء عليه عشرة والتنقيق عليه خمسة يعني لا تطلع عليك بلس نوع عشر نطها مش يتي ثلاث درجات تذهب من عندك المفروض هي ما تذهب من عندك درجات السحرية هاي مرشحات وهذه مدرشة تسوي وهذه على قراء الورقة لا أبدي يعني كرر بالمحاضرة هذه يعيدها أكثر من مرة الملزمة يمك أطبعها استنسخها أكثر من مرة واكتب اكتب الحدش بالكتابة مو بس تباوع وخلاص أتمنى الفيديو واضح والمعلومات استفادت ومعدها والسلام عليكم